هل يجوز المصرفة ذكاة المال لبناء المسجد أو لا؟ ذكاة المال لا تشرفي بناء المسجد لأن الله سبحانه وتعالى حدد المصارف بثمانية مصارف لا يجوز صرفها في غيرها وبناء المساجد ليس من هذه المصارف وكذا غيره من الأعمال الخيرية كبناء المدارس والقناقض وتعليم مياه الشرق وعلى ذلك هذه المدالات خيرية ينفق عليها المستبرعات ومن الصدقات المستحدة أن الزكاة زكاة ماذا إنها تخصص لما تصفت له في الآية الكريمة ينفق الصدقات الفقراء والنساكين والعاملين عليها المؤمنة في سبيلهم وفي الرقاد والعالمين وفي سبيل الله وفي سبيل هذه المصارف الزكاة ملانية جزاكم الله خيرا واحتمائكم